يستطيع التاجر الان بخفة يد بخفة يد ان يسرق في الميزان وهذا الزبون المسكين الواقف لا يدرك هذا يا اخي انت تخادع من ان كان هذا الذي يشتري منك لا يراك انسيت ان الله جل وعلا يسمع ويراه راقب الله سبحانه وتعالى ايضا من هذه الضوابط عدم الغش اي تاجر على وجه الارض انا لن افصل في انواع التجارات ايا كانت تجارتك انت اخي الحبيب تعلم يقينا الحلال والحرام وتعلم الامانة والغش راقب الله سبحانه وتعالى لا تخدع احدا حتى ولو كنت تبيع سيارتك الخاصة انت في هذه اللحظة تصبح تاجرا فبين واصدق واصدق الله جل وعلا قال رسول الله كما في الصحيحين من حديث حكيم ابن حزام البيعان بالخيار ما لم يتفرق فان صدق الله صدق وبينا بورك لهما في بيعهما بورك للبائع وللمشتري الان محقة البركة ليه بالغش بالكذب بالخيانة فقط انا اريد ان احصل المال والمكسب باي صورة من الصور حتى ولو كنت اعلم يقينا عيبا خطيرا في سلعتي التي اروج لبيعها انا اعلمه لكنني بكل الصور اريد ان اخفي هذا العيب عن هذا المسكين المشتري حتى يأخذ السلعة وينصرف طب وماذا بعد وماذا بعد والله العظيم ما ينفع هذا المال والله ما حينفع هذا المال تحضرتك متصور ان الجنه اللي خدته زيادة الالف الخمسة الميت الف المليون كلهم بحسب تجارته والله لن ينفعك والله لن ينفعك وانت وهمت انه سينفعك في الدنيا ستسأل عنه بين يدي الله تبارك تعالى في الاخرة وستطرك كل هذا المال للورثة الغش النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث ابي ريرة مر على السوق مر على السوق فوجد رجل ان يبيع طعاما فمد الحبيب صلى الله عليه وسلم هده في الطعام فاصابت يده بللا طعام شكل جميل دسمه عند علمائنا توشيش الاقفاص يعني تلاقي وشي الافص شكله ملفد جميل انظر كده الوشي الافص زكاة فكهة او يعني اي نوع من انواع الخضار ما شاء الله لقوة الا بالله هذا اللي الضور الاول شيله يعني ان الله وانا ليه كده اخي ليه يا اخي الحبيب ليه كده ايتها الاخت الكريمة ليه ليه هذا الغش ليه هذا الغش مش محتاجين حد يذكرنا بهذا هذا امر بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى النبي عليه السلام مد يده يا الله شايف النبي القد والاسوة مد يد الطعام شكله بر جميل الافص من بر شكله حلو فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فاصابت يده او اصابعه بلله الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا يا صاحب الطعام الله الطعام من بر شكله جميل ومن تحت انتم تعلمون تغير لا يصلح للبيع غش بشع ما هذا يا صاحب الطعام فقال اصابته السماء يا رسول الله يعني نزل عليه المطر فقال الحبيب يا الله شايف التوجيه ده اقسم بالله اقسم بالله لو الامة اخذت هذا التوجيه النبو فقط وطبقه كل تاجر في مجال تجارته والله العظيم لسعد الناس في الدنيا والاخرة يا الله جل القضايا اللي معروضة على احبابنا واخواننا من القضاة في المحاكم والله ستزول او على الاقل حتى اكون صادقا والله سينتهي معظم هذه القضايا بصدق الناس في التعامل البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهم في بيعهما وان كذبا وكتما يا كذب وغش وكتمان محقت بركة بيعهما ما فيش بركة لا للباع ولا للاشترا لا حول ولا قوة الا بالله محقت بركة بيعهما ليه بسبب الغش بسبب اخلاقياتنا احنا احنا اللي محتاجين نرجع الى الله سبحانه وتعالى ليصحح الله لنا كل شيء من حولنا لتستقيم لنا الحياة لنسعد في دنيانا واخرانا نطلوب فقط نراجع انفسنا ونرجع الى كتاب الله والى سنة رسول الله النبي يقول له ما هذا يا صاحب الطعام قال اصابته السماء يا رسول الله اسمع النبي قال له اي يا الله قال افلا جعلت هذا افلا جعلت هذا فوق الطعام كي يراه الناس من غشنا فليس منا يا الله هاتلي بقى كل بلغاء الارض وجمع لكل الفاظ اللغة وفي قوامس اللغة عشان تعبر عن هذا المعنى الكبير الضخم بهذه الكلمات البليغة القليلة ما هو صلى الله على من اتاه الله جوامع الكلم دا دستور دستور نبوي يسعد اهل الارض في الدنيا والاخرة يا اخي اظهر عيب سلعتك وتجارتك كي يراها الناس ويستطيع المشتري ان يحدد قيمة السلعة بناء على هذا العيب بل بين له انت اصدق الله وبين له افلا جعلت هذا فوق الطعام اخرج الرديء يا اخي بعد وش الافص دا فيه ايه اصدق الله انت وحدك الذي تعلم انت وحدك ايها التاجر الحبيب الذي تعلم عشان كده لا تستغرب ان يكون التاجر الصدوق مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة منزل في منتهى الخطورة ان يكون التاجر الصدوق مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة منزل حاليا جدا اصدق الله سبحانه وتعالى وبعدين تذكر هذه العبارة من غشنا فليس منا الله اكبر انت اتجرتك ايه في الفواكه الخضروات السيارات في 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 اي نوع تذكر دايما رسول الله من غشنا فليس منا وانت بتغلف السلعة انت عارف ان قطعة الغيار دي مزورة مغشوشة او بلغة السوق مضروبة ليه كذا ليه بتقدمها على انها قطعة اصلية يابانية وانت عارف انها ليست يابانية البج اللي انت دقيته عليها ده ده ممكن يخرجك في الدنيا والاخرة من مؤخذة الله لك كتب عليها مصنعة في اليابان وانت تعلم يقينا انها ليست مصنعة في اليابان والسلعة دي تمنها ميت جنيه لانها اصلية ومغشوشة ما تسويش عشرة جنيه اكتبعها بميت جنيه ليه يا اخي اقسم بالله هي حرام عليك والملدة مش هينفعك لا في الدنيا ولا في الاخرة طب انت بتعمل لمين طب النهاية ايه ما انت حتموت وانا هموت وسنترك هذا المال للورثة هل للورثة بقى تنعمه طب وانا انا المسكين اللي ما كنتش بنامي الليل ولا النهار كنت بضيع الصلاة ولا حول لقتها سامع الاذان اللي عزو البيت يحرم على الجامع غلط مستحيل مستحيل ومع ذلك القى الله جل وعلا واسأل بقى تعال انت جبت الملدة منين الله اكبر وانفقت فيين لا جبت منين اصلا من البداية وانفقت في ايه بتسأل عن كل ارش عن كل جنيه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع وذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم حتى يسأل عن ماله من اين اتسبه وفيما انفقه طب انت بتزورها ليه بتغش ليه ليه يا اخي ما ترضى بما قسم الله لك سعرها الحقيقي كذا حط هامش ربح لحرج الاسلام لم يحدد لك هذا الامش لكن يضبطه تقواك لله يضبط هذا الامش تقواك لله ورحمتك بالاخرين ورضاك اسأل الله ان يوسع علي وعليكم وان يرزقني وياكم الرضا فما اجمل الرضا وما اعظم القناعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر